إذا كنت من محبي الحيوانات قد تربي كلبا وتخرج للمشي معه أو تربي قطة تعاملها ككرة فارو أو أرنب وتأتي له بالجزر أو مثلي تهتم بالسناجب تشتري للسنجاب بعض الفستق ويذهب بها سأعرفكم على سامر الحمصي سامر هو شاب سوري يحب الحيوانات أيضا مثلي ويربيها في منزله خاصة القطط لكن القطط الكبيرة منها القطط التي تأكل اللحم يبدو أنها تحبه أيضا انظروا أين هي هذه القطط نمور هذه أنثى نمر تحبه حتى لو أنها تزأر في وجهه يدللها ويتحدث إليها من خلف القفص وضع إصبع يدك بالقرب من وجه نمر لا يبدو فكرة جيدة لكنه ببساطة يخشى أن ينظر إليها النمر كطعام لكن سامر يبدو آثقا جدا بتقريب أصابعه من فم الأسد هذه أنثى الأسد اللبؤة وظيفتها الأصلية هي الصيد أكل اللحم لكنه يداعبها كما يداعب قطا شآميا بغير أظافر وسامر لديه الثلاثون من هذه الوحوش ويحتفظ بها في هذه الضاحية التي تقترب من دمشق من ضوحية جنوبية بدمشق واسمها جرامانة يعرفها الجميع هذه حيوانات برية متوحشة بطبيعتها كما تعلمون ومع ذلك سامر يراها لطيفة وفيها شيء من الحنان استمعوا إليه بلشت هوايتي بكل جميع نوع الحيوانات لما شفت ألافتها لما شفت حنيتها لأولادها الحيوانات كتير جنس لطيفة وحلوة طبعا ولده طموح استثماري مع حيواناته ويأمل أن يفتتح أفضل حديقة حيوانات في سوريا هلأ أنا مقدم على حديقة حيوانات العدوي وإن شاء الله بدي أعمل أهم حديقة حيوانات بسوريا ويجيب جميع أنواع الحيوانات ببلد سوريا خلي الرحل المدارس بسوريا ما في حديقة حيوانات مهمة ينضم إلي من دمشق مربي الحيوانات المفترسة سامر الحمصي مرحبا بك يا سامر سامر في سوريا لا يوجد هذه الأنواع من الحيوانات لكنك أنت تربي أسود دببة أيضا تربي النمور من أين أتيت بها ببساطة أنا حصلت من 25 سنة على حديقة حيوانات واستوردتهم بسبب الأزمة والمجموعات الإرهابية راحة الحديقة وظليت متابع أخذت جنبيتي في أرض وربيت الحيوانات المفترسة وهي هوايتي عشقي طيب ماذا تطعم هذه الحيوانات؟ هذه حيوانات لاحية ما تأكل الخواريف اشرحي كيف تطعمها؟ هلا أنا كل نمر أو أسد بيأكل عشرين كيلو باليوم بجبله نجاج وبالأسبوع بتطعميه اللحم أحمر طيب كم تكلفك أنت لديك يعني ثلاثين من هذه الحيوانات المتوحشة؟ كم تكلفك يوميا مثلا إذا أردت أن تصرف عليهم؟ قرأت أنك في أحد الصحف تصرف عليهم 150 دولار في اليوم هذا صحيح؟ هلا أكتر بس فيه كثير من يحبين كثير بهذه المنطقة بيعرفوني الوحيدة اللي بسوريا بربي حيوانات مفترسة فيه كثير عالم بتقدم وبتجيب جاج وفيه طبعات اللي بيوزعوا جاج بيموت معهم على الطريق كثير فيه عالم بتساعدني طيب رأيتك وأنت تلعب مع الأسد تلعب مع اللبؤة والنمر وتقول لها حبيبتي في القفص وحبيبتي وزغرونتي لكن ألا تخشى أن تقول لك مثلا هي في قلبها أنت طعامي يا حبيب طعامي أنت هلا هي حيوانات مفترسة بس لما بتربيها بيصغرة وبتشوف شلون عم تعاملك وتعاملة هي حيوانات كثير أليفة ولطيفة وأنا صلي 25 سنة بربيها وعندي من الأسودة البيض النادرة بالعالم ربيتهم عندي ببيتي وكانوا كثير لطفة وأنا متولع فيهم يوميا صباحا أو مساء أو كل أوقاتي أنا معهم شاهدت الكثير من الفيديوهات لبعض الأسود وبعض النمور التي تأكل بشرا في حدائق حيوانات معتمدة لماذا تفعل هذا؟ هلا هي هي غريزة تجي فيه أوقات للحيوانات المفترسة مثلا وقت التزاوج لو كان أليف ومربي أنا ما بصير قرب عليه هي غريزة من رب العالمين عطاني إياها أنه أنا من 25 سنة صرت أعرف من نظرة للحيوان إذا هو حابب يأذي أو لا هلا كثير أنا بفوت على حيوانات لوم ربية بشوف أنه مزاجة مو رائق هلا ما بصير فوت عليها يعني هي هي كل إنسان بيربي حيوانات مفترسة أو أي نوع من الحيوانات هو بيكون إنسان عاطفي لأنه أنت عم تدير بالك عليه أنت عم تقدم له اللي بديه هو ما بيعرف ما بيقل لك بدي أكل يعني لما بتقدم له الأكل بتقدم له الراحة نعم كل شكر لك ما بيدور فيك كل شكر لك سامر الحمصي مربي الحيوانات المفترسة في جرامانة بضاحية دمشق شكرا لك